اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكورس ازاين يبني فيسبوك باستخدام النوت جي اس. نهاردة الحلقة عن ازاين نعمل للجت في الابليكيشن بتاعنا عشان نبدأ نجهز وليترفع على الجيت هاب. وازاين نجهز ال .getignore file. هنعرف ان هو مهم جدا. فالدهات تعالو نرجع الابليكيشن بتاعنا. هنفتح الابليكيشن فولدر اللي احنا كنت شغلنا عليه قبل كده. ونعمل له open was code. فتحنا الابليكيشن بتاعنا بكل بساطة. هنجي هنا نعمل creation لفايل اسمه .getignore. ندوس انتر. طيب هتقول لي ايه ال .getignore دون. هو ده عبارة عن طبعا احنا لما جينا شرحنا الجيت هاب في الحلقة اللي فاتت. وان الجيت هاب بدأ بنستخدمه هنرفع من الاخر نرفع عليه السلوشن بتاعنا. فطبعا تبعا لان احنا عارفين ان السلوشن بتاعنا دون فيه فايلات كتيرة. وفيه فايلات ملهاش لازمة. يعني مثال لما انت بيكون عندك مشروع بيكون في ملفات بملهاش اي لازمة بتشتغل بس لما بتيجي ترن المشروع. مثال على دون في النوت جي اس اللي هو الفولدر اللي اسمه نود موديولز ده احنا قلنا المرة اللي فاتت ان هو فيه كلها اللي بيستخدمها الابليكيشن عشان يعمل اللي تعمل تعمل رن. طيب هتقول لي هو احنا محتاجين نرفع النود موديولز ده كله مع الابليكيشن هقول لك لا بكل بساطة لان انت لو بما تيجي تنزل نسخة من الابليكيشن دون وتاخده عندك عالجهاز نسخة فرش لازم هتطبق كود اسمه نود او ام بي ام انستول الكود بتاع الام بي ام انستول دون تقدر من خلاله انه هو بيخش جوة دوت جي اه جي اس او ان دون وابده اعمل الانستوليشن ديا اللي بالفرجانات بتاعتها تمام يعني انت من الاخر تقدر ان انت تمسح الفولدر دون وانا بالفعل هعمل كده دلوقتي معاكم همسح الفولدر ده خالص هعمله دليت ايه ده فايل فولدر مش اساسي اقدر عمله انستوليشن اقدر ارجعه في اي لحزة عادي همسحه وهاجي دليت برمنات انتلي انا همسحه خالص او ان كان يفضل احنا نخش نمسحه من هون الراح دماغنا يعني شفت دليت امسحه طبعا هو خلي بالك ان هو فولدر تسع ميجا واركام كبيرة اهو كده اتمسح خلاص اهو ما بقاش موجود اقدر من خلال هنا ان انا ام افتح سيم دي على الفولدر دون ام افتح هنا هيفتح هالي جوه الفولدر بتاع الابليكيشن واكتب ام بي ام انستول قلنا الام بي ام انستول دا وام بي ام انستول كل الباكيجز بتاعة الابليكيشن دوا اللي اتضافت لما عملت انستوليشن اول مرة للايبريز دي تمام فهو بيخش اعمل لها انستول بالفرجنات بتاعتها فانت ضامن ان كل مرة حد هاخد منك الكود مش هياخد النود موديوز لانه كده كده يقدر يحمله اول وجديد زي ما احنا هنشوف دلوقتي بعد ما هيخلص الكماندة هتلاقي النود موديوز هتعمل تاني اهو اتكاري التاني تمام بس بعد ما يخلص خلص هنشخش بقى نشوف بتاعتنا جوه تمام يبا انت كل انت محتاجة محتاج تديل الراجل ايه هو الفولدر دي بس لو حسبت مسحية انا مش هتلاقي مكملها ستين كيلو بايت لكن الفولدر دوا هنشوف مساحته هتبقى تسعة ميجا تقريبا او او اكتر في بعض المشاريع انت لان طبعا المشروع اللي احنا عمليه ده مشروع بسيط مش مستخدمين في كتيره فعشان كده دي مش عاملة مساحة كبيرة لكن في مشاريع بيوصل فيها الفولدر ده ان يوصل متين ميجا او تلتميت ميجا اكيد مش ترفعه مع الجيت هب يعني فهو دلوقتي عمل عمل انستيشن الباكيجز لقدوز تكليك يمين هنا عشان تعرف مستحته تلاقي تسعة ميجا زي ما قلتلك تخش جوه هتلاقينا هتلاقي جوه اكسبريس زي ما احنا سطبناه سطب كل حاجة احنا عملناه ببادي بارسر كل حاجات بتاعتنا هتلاقي موجود مفيش اي ايه مشاكل خالص يبقى انت مش محتاج الفولدر ده انه يترفعه على السر فاقدة الجيت اجنور فايل دو ان انت بتقول له الحاجات اللي انت مش عايزها وانت بترفع على الجيت هب باستنج ايه اللي مش عايزه وترفع مع الاابليكيش مالوش لازمة فاحنا هنقوله النود لا سلاش نود بقول له الفولدر ده متاخدش كل حاج جواه اي حاج ايه? بس تجاهلوا. لو شفتوا من الاخر هو اجنور يعني تجاهل. لو شفت الفولدر دون بالاسم دون تجاهلوا. وهنشوف مع بعض لما نيجي نعمل نعمل على الهوستنج بتاعة هنشوف ان هو ما عملوش ما عملوش معنا. فإحنا كاريتنا بتاعنا وكل اللي احنا هنعمل له عشان نعمل او نعمل عملية تجهيز للجت ان هو يتسطب على او يتفعل على بتاعنا هنيجي في نفس الفولدر بتاع الابليكيشن نكتب جيت انيت عمل او بيقولك في الفولدر دون. فهتخش هناك ليه عمل ايه? دوت جت فولدر مخفي. عملوه عمل يبقى احنا جدا جهزنا البروشكت بتاعنا دون ان هو يستخدم الجت. تمام? طيب. الحلقة الجاية بازل الله هنعرف ازاي نعمل ونعمل بوشنج للبروشكت بتاعنا على جيتها. فستنوا. يلا سلام عليكم.